مرحبا شباب بهذا الفيديو رح نتعرف على موقع اكثر من رائع لمعالجة الصور بالذكاء الصناعي الموقع اللي بين ايدنا اسمه فوت.اي ضمن الموقع فيه مميزات كثيرة بمعالجة الصور ولكن اهم ميزة رح عرفكم عليها هي استكمال الصور نعم اصدقائي احيانا بيكون عندي صورة غير مكتملة مثل هي الصورة مثلا او هي الصورة مثلا اللي رايحها بالطول وانا بدي اجزاء منها بالعرض او هي الصورة اللي فيها زوم كتير على الاوجه ولكن بدي اياها تكون متسعة اكتر من هيك او هي الصورة اللي جاي بشكل مربع ولكن حابب انه تكون بشكل مستطيل اول ما بفتح الموقع اصدقائي من الواجب علي اني اعمل تسجيل اما عن طريق حساب الجوجل او عن طريق الايميل اللي موجود عندي طبعا في ملاحظة مهمة جدا رح توصلك رسالة التأكيد على الايميل وبعد ما قمت بالتسجيل بالموقع بامكاني الان اتعرف على الادوات الموجودة ضمن الموقع عندي ادوات كتيرة لمعالجة الصور مثل ما اننا شايفين واهم اداة اليوم بدي اشتغل عليها هي AI Image Extender بعد ما ضغطت على اداة AI Image Extender رح اختار الصورة اللي عندي اللي حابب اكبرها من عبارة upload يعني رفع باختار صورة موجودة عندي رح اختار هي الصورة تطلع لي الصورة بهذا الشكل بالامكان تكبير الصورة مسافات معينة لحتى تظهر لي بعض التفاصيل بهذا المكان شايفين؟ يعني فيني اخذ الصورة بهذا المكان بالتالي رح تطلع لي التفاصيل من هذا المكان طيب انا بدي اخذ الصورة من الاعلى متل ما اننا شايفين اصدقائي رح اطلب منه يستكملي الصورة من الاعلى ومن الاسفر رح شوف كيف رح يعطيني اياها وبضغط على عبارة generate النتيجة اصدقائي اسطورية وفضيعة جدا هاي الصورة الرئيسية شايفين كيف ان الشارع من هون ما له متواجد وفوق بالاعلى ما في سما تمام؟ وهو منطلقى نفسه عطاني غيوم من فوق واستكملي الشارع من تحت واكيد فيني يحمل الصورة عن طريق ضغطة الdownload رح قوم بتجربة صورة تانية ولكن فيها تفاصيل اعقد هاي الصورة في اشخاص فمثلا انا اذا مديت الصورة بهذا الشكل رح شوف هل بالامكان استكمال الوجه من هذا الطرف واستكمال صورة القطة من هذا المكان رح نعمل generate ونشوف صراحة النتيجة فاشلة جدا للأسف هذا انف الرجل اللي هون طالع ما وضعه بهذا المكان برافو استكمال الامرأي جسم القطة نوعا ما مقبول اكمالة الكنزة مقبولة طبعا هي هي الصورة العصلية شوفوها وهي الصورة يعني حتى الاذن من هون مش هو لابد ولكن لا بأس منلاحظ انه في حال كان في اضطراب شديد من الاشخاص او البشر او كذا الاستكمال رح يكون فيه اخطاء رح قوم بتجريب اخر صورة ناخده بهذا الشكل صراحة حبيت كبر الصورة قدر ان كان لوصل لنتيجة معينة وفي ملاحظة مهمة جدا سي تخبركم عنها انه بهذا المكان فيك تختار قياس معين للصورة مباشرة فمثلا اذا اخترت 19 او 16 على 9 بيعطيني اياها بهذا الشكل او 9 على 16 بهذا الشكل وبالاضافة فيك انت تزيد فيها وبعد ما كبرت الصورة لاكبر قياس رح اعمل generate ونشوف النتيجة بلشت تطلع الاشباح بالصورة يا جماعة صراحة قمة الفشل يعني مو منطق الشي اللي صار هي هي الصورة الاصلية وصورة نكمل ياهن من جهة يعني كشكل كمبيوتر وبهذا المكان ممكن ظلام او مكان فارغ ولكن للأسف قمة الفشل طلعت الصورة صراحة يا شباب ننوصل لنتيجة مهمة جدا بالنسبة لهذا الموقع هذا الموقع بيمكانه يعني يعدلك صورة او يزيد على الصورة بمقدار واحد او اثنين سامتي مو اكتر اما اذا بدك تزيد اكتر من هيك بده يظهر الفشل الدريع للذكاء الصناعي بشكل عام تمام بقى اللي احنا حطيناكم بالصورة انه اللي احنا عرفناكم على موقع اكتر من رائع لا يعطيني تفاصيل رائعة جدا لاضافة على الصور ولكن في بعض الاحيان رح يكون فاشل خاصة اذا زدت المسافة او زدت قياس الصورة بحجم اكتر من المقبول شكرا لمتابعتكن اصدقائي والى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية